إذن أستاذ حسين كيف تقرأ هذه القطوة من النائب العام؟ هذه القطوة جاءت استجابة من المذكرة الدفع بها المحامين ومن بينهم صديقنا العديد الأستاذ مؤس حضر ولكن لتعليق على هذا القبر القريتيه إلينا أنا كنت متابع اللجانة التحقيق التي كانت بشكلها حكومة حمدوكا اللولة والثانية لما نوصلت للجنة 54 فترتها لأنه هذه اللجان بتتشكل ويقولوا كلام سمح وما في شي جديد والسودانيين عندهم انطباع كويس جدا نقول لك لو تدار تكتل موضوع شكل لجنة إذن هذا القبر ما عنده غيمة كبيرة بالنسبة للناس التعليم في الشارع أنا شاركت في تغطية لندوتين ندوة عملوها ناس التغيير الجزري وجابوا فيها لواء معاش تحدث عن سلاح الأبلين وندوة تانية عملوها محامين الطواري جابوا فيها الضابط معاش تحدث فيها أيضا عن هذا الموضوع في ذلك في تغديري خلينا نمشي أبعد من كده أي موكب قاعد يكون فيه النيابة بتكون موجودة تكون فيه وكي النيابة يعني الموضوع بتاع الخبر ده اللي تقرأ لينا ما محتاج ليلينا عشان تحقق فيه طيب لكن أقلاه أقلاه سيد حسين هل هذا التحرك ربما ينهي استخدام هذا السلاح ضد المتظاهرين لا ما بينهيه ما أنا قلت لك أي موكب أي موكب الليلة ما بيكون فيه النيابة قاعدة يعني النيابة مفروض بتكون هي عارفة نوعية السلاح وعدده كم وكده ده ما فيه اثنين ثلاثة لكن في النهاية نرجع ونقول بأنه ليان التحقيق يعني ما رسخ في زاكرة السودانين أنه الموضوع الدائرة تقتلوا تشكل لينا وده لا يحتاج هذا الخبر زي ما تحدثت مع عدد من المحامين أنه ما بيحتاج ليه وليه طيب أست حسين أين المصلحة؟ هل من مصلحة البلاد أن تمضي العلاقة بين الجهات النظامية الشرطة تحديدا والمحتجين في الشوارع بهذه الطريقة؟ هل توجد إمكانية لإعادة الثقة بين الطرفين؟ بالنسبة للشقة الأول من سؤالك ما من مصلحة البلد أنها العلاقة تتوتر وسبب العلاقة هو الغمع الوحشي الحصل في المظاهرات أنا قبل الانقلاب ومعايا خريم بشهر قبل الانقلاب قدمت ورقة عن كيفية بناء السيغة ما بين الجمهور الشارع ووجهات الشرطة وجخها طبلين الورشة دي سعادة اللواء من هنا التحية له اللواء السير خريف الكلام ده في قبل الانقلاب بشهر واتقدمت أيضا ورقة من ثلاثة أوراق أخرى واحد من دكتور خدر الخواض وواحد من دكاتر أصدقائنا لا تذكروا الممارسات التي حصلت الشرطة طبيعيا يعني العلاقة بين الشرطة في 85 قبل الانقلاب قبل الانقلاب السوء الانتفاضة في 85 العلاقة كانت دائما السياسيين بيقولوا كده إنه الأنظمة العسكرية بتستخدم الشرطة لفضل وغم الثوار والمتظاهرين وتاريخيا العلاقة ما بين الشرطة علاقة قريبة جدا الليلة ما في بيت السودان ده ما عندون ولد ولا أبون ولا أقون هو في البوليس أو قريبا وحتى بقول لك أولاد الإشلاق حتى شعارنا ما نمشي بعيد شعار الشرطة عين ساهرة ويد أمينة ولكن الممارسات والتجاوزات التي حصلت دفعت بأنه حميت في اللغاء الأخير بتاع الشرطة في النسبوع ده أيضا تحدث إنه ما في زول كبير على الغانون وأي تجاوزات الناس بمضوا على معالجتها لكن نمشي نقول قلت لك كانت نحنا عندنا فرصة الورقة اللي أنا كتبتها شفنا نقاط الضحف وين ونقاط الغوة نعمل على التعزيزة ونقاط الضحف نعالج الإشكالات الفية وكانت ديك فرصة مواتية بالنسبة للناس لعادة الأشياء الآن بعد ما حصل من التجاوزات ده العلاقة بيقت فاترة جدا ما بين الشباب في الشارع وما بين الشرطة والفاغم عليها أكتر إنه ناس الشرطة ده زاتهم هم مرتباتهم ضعيفة جدا وبعانوا من إشكالات بسبب روضة على تصادية نعم والآن الجريمة تفشت بشكل كبير جدا ويعني التزعة طويلة دي وغير من المحاولات الإجرامية لدرجة إنه زي ما قلت لك قبل أنا جاي أمس من نيلة الأبيض لما ندخرنا في البص في واحدة من الراكبات وآخرين قالوا نحن كان الواطة دي فللت ما بنمشي الخرطوم بالاتزعة طويلة شوف لي درجة الهلع والقوف بيقى وصل لأكمل حالة سئلة أمنية كبيرة نعم نعم اشتركوا في القناة